مشاهدين الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه المذكرة من مذكرات الاسير السابق والعسكري جلالي سميدا سي جلالي مرحبا بكم من جديد اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرحبا باستطافتوني عندكم في الحدث الربعة وعشرين اهلا وسهلا وشكرا جزيلا لكم في نهاية الحلقة السابقة لكننا خليناها في العودة ديالكم من مدينة وجدة ارجعتي القاعدة او القشلة نعم لكزار نعم ذكرتي معايا نعم اولا من من بركم هذا حدث 24 وقدموا اجمل تحية والاجلال والتقدير الى جميع اخواني واخواتي افراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة وبالخصوص المرابطين في الصحراء المغربية والمرابطين في الحدود المغربية الجزائرية ولا انسى كذلك القوات البحرية المغربية التي راها في وسط البحار والقوات الجوية المغربية والامن الوطني الذين صاهرين على الامن والامان في جميع المدن والاقاليم بالمملكة المغربي الشريفة من طنجة الى القويرة تانيا نعم نها رسالة 15 اليوم ديالا بيرميزيون اللي كنت اخذيتها من بعد التكوين ديالي والتدريبات ديالي فاش دخلت الى كازير اه تمانية واربعين ساعة الاولى من الخدمة اه مع التمانية ديال الصباح في طلوع الراية تم منادات على الجنود اللي غدي يمشيوا الى الصحراء التحقوا باخوانهم اللي راهم كيتقاتلوا في وسط الصحراء وفاش اه دخلت ضابط اه باللائحة غدي يقراها قالنا كنا في واحد راسة بلوموجين يرى محاضرة عامة اهه وقلنا اللي اسم اسميتو يخرج من الصف وجيل هات الجيه ضونك هنا يا قد بيت اه كي عيط بالاسماء فلان بالفلان حاضر خرج هات الجيه فلان بالفلان حاضر خرج هات الجيه بعد ما وصلك الخمسين اولا تقريبا الخمسة وخمسين جون ديال منادت عليهم هنا طلع اسمي الجيلة الاسمي ذا قال بريزو قال خرج لها جيه وكنت انا الوحيد الوحيد من ديك المجموعة من ديك البرميسيون اللي هي ديالي الوحيد اللي غادي نخرج وغادي نضم على لزانسيان ديالي اللي سابقيني في السيرفيس بعامين بثلت سنين باربع سنين بمعنى عندهم جريبة هم اصلا عليا ولكن انا هو لجين انا هو لجين ديالهم ضونك خرجت مع المجموعة حتى تكمل العداد المطلوب اللي كين في اللائحة وتقرع لنا الرابور بان انتوما مع السادة العشية غادي تكونوا واجدين باش ان شاء الله غادي يتم الرحيل من هنا الى مدينة القنيطرة باش غادي تركبوه في طائرات العسكرية متجهين نحو الصحراء المغربية وهدوك الساعات اللي من ثمانية ونص ديال الصباح حتى الستادة العشية تعطات لنا باش نخرجوا الواسطة لمدينة باش اللي بغا يجيب شري شي حاجة ولا يتقدى شي حاجة ولا هذا يخرج يجيبها ويرجع ودك ش اللي اللي درنا بالبيعال خرجنا انا من حيث ابن مدينة وجدة مشيت لدارنا ورنضيت كونت للوالدين ديالي وقلت لاما ووحنا وابا قلت لهم انا دعيوا معايا هاني غادي نمشي لها بالصحراء في الاول ما صدقوني صراحة ما صدقونيش الوالدين ديالي قلوا لي كيف انت ما زال ما عندك شربيس بزاك وكذا وهذا ولكن قلت لهم هاتش اللي كينا راه طلعت باللقيحة غادي نمشي مهم دعيوا معنا ومسيتوا وصراحة ومشيت ارجعت مع استدلاشية ما اجبتوالو ما شريتوالو ما عنديش تالي كسبيريونس ولكن معايا لزنصيان ديالي لزنصيان الاقدامين ارجعت معايا ونصف في المساء كالذكر اركبنا في القطار فاقو تخصص لينا من مدينة وجداء الى مدينة القنيطرة وصلنا معايا ربعة ونصف ديال الصبح الى مدينة القنيطرة نزلنا من القطار ولقينا الشاحنات عسكريين كي سلنا هنا وعما ورقبنا في الشاحنات عسكريين عندنا لصاك مارا على كتافنا فيه البيدو ديال الماء اللي كي يجي هنا في الجملة ديال السرور وفيه الطوك باش كتاكل واحد الكاثرون عندها واحد ليدية كي يكونوا دو كاثرونات واحدة في وسط واحدة عندهم اليديات واليديات كي تنطوع عليهم دونك ديال الماكلة ديالك وعندك شي حاجة خفيفة دو رونجيست ديال السباط البروتكان وعندك جوج ديال الكوبروتير وهاك ووجوج ديال التريي ديالك تريي دو كومبا ديال القيتال بارتكال الجندي المغربي معروف علي عندو توني دو صورتي يعني اللبسة باش تيخرج الى الشارع وعندو لتوني دو كومبا يعني الزي الحربي دونك وصلنا لمدينة القنيطرة لقنا الشاحنات العسكرية ركبنا فيهم مباشرة الى القاعدة الجوية بمدينة القنيطرة دخلنا للقاعدة الجوية لا ليست لقناها عندهم كذلك أي طنة بالاسماء في وسط القاعدة الجوية لقنا الحساب هو هذاك العدد هو هذاك الناس هم هذاك طائرة عسكرية موجودة ركبنا في طائرة اسكرية طارت من القريطرة متجهة نحو مدينة العيون وهنا كانت المفاجأة بعدما ما زالنا في الجو وانا كنشوف مدينة العيون عبارة على قرية صغيرة فلاج صغير ايبرارك دي العود مطار مطار صغير مستقف غيب الخشب هكا كونتر بلاك مادري والمدينة صغيرة كمين سنة هاتشي؟ ثمانينات أول ثمانينات والمدينة صغيرة جدا وكينا قشلة واحدة اسميتها التيرسيو كانوا فيها الجيش الإسباني واللي كان فيها يعني كانت مدينة صغيرة جدا يعني فيلاج نقولو فيلاج دانكو فاش نزلت بنا الطائرة اسكرية فاش خرجنا في ذاك المطار لقينا كذلك شاحنات والقيادة دينا في استقبالنا ركبنا في الشاحنات وخرجنا من المطار بشاحنات عسكرية متاجهين نحو البازاريار في كي المقر دي البطيون دينا دي الجنود بمعنى دي البلندي الفيلق السابع للمدرعات كيين هاد البلاصة كينا في جميلة طريق بوكرا في الخرجة دي المدينة العيون دخلنا أنا هو اللي بتي فيهم مقاعف دي الجنود أنا هو اللي بتي فيهم ربما كينا الصورة ديالي نقدر نوريها لكم شحال كانت في عمرك أنا ذاك؟ كانت عندي ديكساعة مع ستاج ومع التكوين ومع التدريبات قريبا نقفل ما قابتش 19 لسانة بالضبط ما زال ما دخلش 19 لسانة ما زال ما عنديش قاعد 19 لسانة خصني نترك واحد البصمة طبعا خصني من اللي خرجت من مدينة ومن اللي صافي عارف راسي فراني غادي راح حصيت براسي بحل اللي غدي نمشي اللعبشي ماتش ديال الكورة خصني نكون جوار خصني نكون غادي متحمس طبعا غادي متحمسه ولكن اللي غدي يزيدنا أكتر وهو فاشتخلنا اللي كلاكازين في الجميلات بمدينة العيون إخواني الجنود المغريبة رام كيعرفوها وفاشتخلنا استقبلنا القائد ديال الكازير كوماندار وجمعنا وهضر معنا وقالنا على اسلامتكم وش عرفتوا في راكو غادي تخرجوا دابا قلنا لو نعم قلنا الآن الحمد لله الدولة تكل عليكم غادي تخدوا السلاح ديالكم وراحنا غادي نخرجوا للمواجهات مالي كد كي تكلم معكم لكم ماندار شنو كنتو كتقرأوا في الملاميح ديالو ها كنقرأوا في الملاميح ديالو بأن الشعب المغربي تاكل عليكم باشا غادي تخرجوا وتكونوا رجال وهكا تكلم معنا بطريقة واضحة شوفوا الرجال غادي تخدوا السلاح ديالكم وغادي نخرجوا واحد المسافات وغادي نتخلوف لي زاتاك مع المرتزقة اللي رهم دخلوا يغتصبوا لنا وسط الصحراء المغربية وغادي نتخلوا بثاف وغادي نتخلوا بثاف ومن هنا من هذا المكان الذي نحن فيه واش ركوا مجدين ريسانكم مجهزين ريسانكم نفسية ديالكم قادرين باش تقوموا بالدور ديالكم كما يلزم قالوا كل شي عاشا المالك عاشا المالك فرقوا الصفوف عاشا المالك هنه غادي نركبه في الشاحنات السلاح كان قدامنا الأسلحة وغادي نطلع هليكوبتر هلي غادي تقدي نفس ما بسكو الصحراء شاسيها ما تقدر سيلكون فاتبشي بدون ما تقديك طائراء في الجو هلي كتقديك والمشكيل وهو الصحراء مجل طاب البطاطا ديال المتفجيرات في الأرض الألغام الألغام اللي هما ضد الشاحنات وضد بنادم ضد الإنسان يعني مجلطين ها كين الأخطاع طبعاً را غيت قول بسم الله دخول فاسات الصحراء عرف راسك بالله راك غادي دير اليقين ديالك في الله وراك غادي بواحد الكاريزما ودير قدامك واحد الهداف ما راك غادي للعرس لا عراك غادي الاشتباكات مع المرتزقة مع العدو دون كل داخل عدنا في القلب ديالنا وفي النفسية ديالنا خاصني غايمتان قبط السلح ديالي يلامت كنو كان كيدوا بيناتكم بينك وبين الزمالاء ديالك ما كانت عادية كنا صافي كنقلبو احنا غايمتان ووصلوا غايمتان ووصلوا للمكان اللي راه فيه الإسليحة محطوطة وراكيس لنا ونا الناس محطوطة وراقين متحمسين ولا متحمسين والدبار احنا ارامام اللي خورس من وجده راك ديرها في راسك ودك الحماس اللي يجي تي بيه من وجده اطقه هو هو ولا بدك يكتل ولا بدك ينقص لا تزاد تزاد طبعا تزاد تزاد بارتكو القيادة ديالك عندك اتحضر معاك ويقول لك او من الرجال اخوتكم اراما امام اراما القدام راك غادي تلقاو قدامكم ليزونسيا وغادي تلقاو الرجال قدامكم اخوتكم اراما قدامكم بالاسلحة ديالهم وراكوا غادي تدخلوا وغادي تندامجوا معاهم وغادي تقبضوا السلحة ديالكم كونوا رجال واحنا راحنا تحت الاوامير ديال سيدنا لخطر الحسن التاني الله يرحمه كان دايما اليكوت معانا دايما شد معانا اليكوت الصغيرة والكبيرة خصو يعرفها علينا دخلنا مشي هنا دخلنا توصلنا حسن التاني الله يرحمه ودنو معاكم لا ودنو معانا إلا ماتلنا عسكرية واحد كان قولوا له سيدنا ماتلنا واحد فلان بالفلان وكان بقى اكترية اكترية كيفاش كان كيتفاعل مع هذه الأخبار كيتفاعل مع هذه الأخبار ديرنا احنا كجنود وولاده والخطر الحن التربية دياله بكل صراحة احنا التربية ديال الحسن التاني هو اللي كان يعطيه كيفاش العسكرية تكون شنو يدير وكيفاش يتكون وكيفاش خصو يكون يعني اكترية دياله هي اللي رسختنا في العقل ديالنا وبشينا على هادك على هادك الطريق دونك فاشا دخلنا لقينا اسلاح لقينا القيادة أعطينا البرزونتاسو ديالنا اسميت كنتا يا اسميتي فا أنا الوحيد من دوك اللي زنسيان كاملين هادشي في الجدار الأمني أما كانش الجدار راحنا توتيرا من لها هادك ساعة ما كيلا جدار إخواني أخواتي المغاربة ما كيلا جدار أمني احنا كنت قاتلوها كاكي جينا القرطس من الدر ولكنتوا مدى ما وصلتوا للحدود أما زل ما وصلناش للحدود السحرة راحنا غادين معاها دوقة دوقة لخطر المرتزقة كتار والسلح ديالهم كتير وغادين معاها السحرة دوقة دوقة را ما شدينا السحرة مرة واحدة بشينا معاها دوقة 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 فين مكانوا المرتزقة كنخرجوهم دوك المواقع اللي راون فيها يعني غادين بدالك مثلا قبضناها مزاك وطلعنا وطلعنا تبشينا الأمقالة خرجنا من أقالة دخلنا لأم دريقة خرجنا من أم دريقة دخلنا لقلت تزمور خرجنا من قلت تزمور دخلنا لبيران زاران غادين بيها دوقة دوقة غادين معا السحرة دوقة دوقة ولكن باش تقدر تسيطر على هاد المناطق يعني كانت صعوبة بريمو كانت صعوبة كانوا شو هداء وره ما شي باش يفهموا أخوتي المغاربة راه الله العظيم راه المغاربة آمين باش بقى مؤمن راه بفضل الله والرجال بفضل الله وبفضل الرجال منهم من استشهدوا ومنهم من بقاحي اللي أنا واحد منهم ومنهم من أسيرا في سجون المرتزقة وفي سجون الجزائر عشرين عام خمسة وعشرين عام سبعة وعشرين عام سيجن دوك باش رجعلك إلى أول عملية اللي غد ندخل فيها أنا في الاشتباكات اللي غد ندخل فيها بسلح اللي تعطاها لي أولا القائد ديالي من هذا المبرد ديال حدد سبعة وعشرين وحييه المرابط محمد أولد مدينة مكناس رجل حربي رجل مقاتل عنده واحد يعني عنده واحد الكاريزما وراها تقريبا اللاج ديالنا تاوا ديك الساعة عنده ربعة وعشرين عام بقي كتواصل معه طبعا راها كولوني الماجور فاستقل الخبر هو في الأول كانت حسابه مت وفيت ولكن فاش أرجعت من السيجن وطلقت معاه وعرض عليها وقلست معاه وكنت أصلا عزيز عليه كنت عزيز عليه بزاف لا خطر مني يكون عندك واحد أني ليمو واحد الشخص عندك تحت الإدارة ديالك كيكون عنده فعالية وكيكون زوين وعنده الخدمة كتبان عليه وكيكون حربي وكيكون مقاتل وكيكون شجاع يعني ما تبغيش الدبانة تقيصه إلا ما تلك راها تبكي إليه يعني كتكون ديره في قلبك لك هذا هو أول عملي اللي كانت عندي غدي نجرب فيها راسي وغدي نشوف شكون هما أول مرة غدي نشوف هاد المرتزقة وغدي نشوف هاد الأسلحة المدججين بيها كي دير هاد الأسلحة وكيفاش كي ديروا باش يشعلوا المعركة وأنت حاسب المسؤولية ديك ساعة طبعا حاس مسؤولية وأنا صغير يعني 19 سنة وحاس مسؤولية كبيرة رأني قلت هالك قبيلة في الأول على أنه الجندي المغربي راه مليك يلبس الزيل عسكاري دياله وكي دير هاد القبعة فوق الرصد دياله فيها التاج الملكي راه ماشي راه ماشي كي دير هابا شيبان راه كي يلبس هاد الزيل عسكاري باش كي يحس بالكتاف دياله منمورها ربعين مليون مغريبي خاصوا يتقتل عليها خاصوا يتقتل عليها إلا مات بشي شهيد ولا بقاحي دابا الجنود المغاربة اللي يرون في الجدار الأمني واش لابسين الزيل عسكاري باش يشتحوا به في العرس توني دو كومبا يعني توني دو كومبا اللي باس الحربي كي يلبس الجندي أي جندي مغربي لا من الدارك الملكي ولا من القوات المساعدة واحتاري جل الأمني داخل الوطن راه كي يلبس توني كتلقاه سربيس الناس معي داف دارها هو رخ دام سربيس برا يعني هات الشريحة من هات الرجال اللي كي يخدمين البلاد وموقفين البلاد على رجليها ودائما كما كنقول أنا كرامة المملكة المغربية فوق كل اعتبار ولكن احنا كجنود علش انا كنصور معاكم في هات الأحداث الـ 24 بالزيل العسكاري ديالي علاش؟ ره ماشي باش نبان لا، ولكن باش يعرفوا المغربة بأن هات الزيل العسكاري ديالي ره سال فيه الدم ديالي والتبليسي تبت لا تضر رصاصات في جسم ديالي وحباً لماليكي ولوطاني وللخدمة العسكرية ديالي باش كنرتادي هات اللي بس العسكاري ره ماشي باش نديرو باش نبان لا، هات اللي بس العسكاري هني جيت كنصور عندكم ولكن لي شراف شراف عظيم باش نلبس زيل العسكاري اللي سال فيه الدم ديالي وتقاتلت به وتأثرت بعشرين عم تسيجن عليه دونك حب الوطن ديالي كنبغي وطاني وخاصي جيلالي هاد الروح وهات الشجاعة من جبتها؟ هناك سر مع الله يعلموا عليه إلا الله والشجاعة المغربة معروفين المغرب معروفين بشجاعة ديالهم ومعروفين بالبطولة ديالهم مع تحرير الاندالوس ومعاهد جدودنا ومعاهد والدينا ربوا فينا ديال الشجاعة ديال الراجل اللي كيبني الشخصيات دياله من اللي كيكون مازال طفل كتبلك الشخصيات دياله كيفاش غادي يكون من اللي مازال صغير وجاي طالع كتشوف ولادك هم مازالين صغار وجايين وكتشوف يعني كتشوف شخصيات ديالهم كيفاش كيبنيوها الراسهم أنا راني أولد عائلة فقيرة راني ماشي أولد كدا ولا كدا أنا أولد عائلة فقيرة ببال الله يرحموا البالة والفاس قلعت له القلب لشنكون معاك واقعي أنا وراه ماشي الفقر اللي الداني للجيش حاشا والله والله العظيم حبي لي وطاني اللي قريته مني كنت صغير وليشته من بابه من جدي جدي كان في العرمود هو مدى وافع وزدت حب الوطن اللي كناك نقرأها في المدارس أنا داك راح حب الوطن الناشد الوطني وحب الوطن اللي مني كنشوفو شي عسكري جاي داخل اللحومة وكنشوفوه لابس ذاك الزيل عسكري دياله كتقول وان شاء الله غين كبر والله تنولي بحاله لخطر قدوة وشو راجل ونلا هو تنخص نكون راجل بحاله كانت عندكم الرجلاء بالخدمة العسكرية بالخدمة العسكرية سيفريل خدمة العسكرية والحمد لله أنا كنضم ماشي كنقول غير منطقة الشرقية دي المغرب من طرجة القويرة بارسكو كانوا معايا صحراويين تشدوا معايا أسرة كانوا معايا أسقرب تدربوا القرطاس بالرجولة ايش نوه؟ راح نحن اللي علمنا الجزيريين بغينا نعلموهم يترجلوا معانا ولكن مع الأسف الشديد الكارغي لاش ميت وخداعين وما يقرر فيهم الخير المغرب منيشد استقلال دياله الجزيريين كانوا يشوفوا في المغرب كيفاش كيدير ضد فرانسة كانوا يشوفوا في نكي كنديرو وكيفا سيطرناه باش نخرجوا الحماية من بلادنا حسنا هنا فهمتني لذلك الجزيريين كنا نعلموهم كنا نعلموهم الرجلة ديال المغاربة وكنا نساعدوهم وعطيناهم الرجال وكنا نوكلوهم في الحدود راه المنطقة ديالبركان ثم في الربط دبا كانت يحويش غافلين عليها ما عارفين هاش لذلك المنطقة ديالبركان وأحفير وبنيدرار ووجدا كل شي كانوا كيوكلوا الجزيريين ويعطوهم المكلة ويعطوهم سلاح ويستبنوهم كساويهم غير باش يترجلوا ويديرو كما داروا المغاربة خرجوا الحماية ويترجلوا باش يشدوا الاستقلال ولكن مع الاسف عندهم ازمة رجال وبشهادات الرؤاسة ديالهم كاملين راه قالها لهم بوت فريقة فوسط القاعات قال لهم احنا عدنا ازمة رجال قالها لهم بخروبة اللي رافي بيس الماصير قال لهم عدنا ازمة ريزال في الزازائر ازمة ريجال دونك احنا يو بالنسبة للمغرب اللي نحنا حضرت لي على كيفاش ديك الشجعة عند الجيش اسي ديام اولاي باش نقولك واحد القضية اراها اراه الجيش المغريبي والدرك الملاكي والقوات المساعدة اورهم رجال ديال بالصح والرجال ديال البارود والرجال ديال القرطاس وما كيرجعوش للغر وما كيهزوش الريا البيضة وتحياتي واحتراماتي لهم اللي رهم مرابطين في الصحراء المغربية وكان عارفهم كيتبعوني وأصدقائي ديالي أم قالوا ومضريقة وما ننساش الكارونتويت لامفونتري اللي راهم المشات اللي راهم الآن بجيخوا بالرباط أو بالدربضة آآ 48 تحية كبيرة لهم هاد رجال هادو والله يوفقهم للخير وكنت مننا والخلاف يكون آآ خير وسهلاف وخاء الله يوفقهم ويسهل عليهم نمشي معك لجنة الحدود وانت ديك الساعة يلا هزيتي السلاح يلا تعطاني السلاح يلا تعطاك السلاح من العيار التاقيل وانت باقي طفل اما شي الطفل راني راجل الشريف فرعاني شبابك لا استاذ راني 19 العام راني قدع المسؤولية 19 سنة ديك الساعة كان راجل واباش ما لا خطر تقولي الطفل طفل راني دخل الحرب دوليا انا راني قدع ما شي طفل 19 العام راني حق الزواج نكون مزوج قاء بولادي ولكن 19 العام راني عارف ما عالية ومالية راني مكون ومدرب وقدرت نتحمل المسؤولية يعني انا راني زيت من عندي باش نقدر نتحمل المسؤولية باش يتعطالي السلاحة 700 مليون نخدم بيها سينول لما قدرتش تخدم بيها غادي تموت فيها وهنا كانت أعطيت الإيجابي ديالي لخطر لكها كنت ضعيف كنت تقدر نموت بذلك السلاح السنة الأولى ديالي في المعارك ما نضربش ثمانية سنوات ديال الحرب باقي كنت تذكر أول خطوة قمتي بيها نعم أول خطوة كانت بمنطقة السمارة كانوا البوليزاريو قاموا بوحد الهجوم القرطص ديالهم كان كيطح في وسط المدينة المدنيين في وسط المدينة هذا أول اختبال عندك كانت عندي أنا في النفسية ديالي أول جريبة ديالي في أول أطاك في أول معركة ضد المرتزقة كانت عندي أول معركة باش نجرب رأسي واش قادر دكش اللي كان عندي في دماغي واش قادر ولا ما قادرش واش قادر نطب قول الله واش قادر تخدم دك سلح لخطر دك سلح رخصك تكون تكون عامر لخطر كما قلت لك راه فيه لي ميليا ميليو ديقري ليزا باريدو بوانتاج عندك ميت راييوز وكسيال أفيكانو عندك دك الدبابات منتاش الكيلوميت الساروخ ديالها كيبشي عندك الساروخ ديالها على ميل دوسم متر على كيلوميت ومئتين متر كيش تت الدبابات اللي تكون بحالو يعني كاتقبض لهوزدو كومبا لهوزدو كومبا هي الف ومئتين متر بمعنى كيلوميت ومئتين متر يدخلك في هاد لاب بورتي أي سلاح يدخلك في هاد لاب بورتي وانت كتشوف فيه وعندك تليماتر لازار عندك لونفراروج ديال الديل يعني كي خصك تكون مترق تكون حربي ما تكونش عسكري قالها ودانا عسكري ديال جاعة دي كما قلتي إنها ما فيهاش خصك تكون عسكري حربي وتكون حر وتكون واطي على يعني مترجعش للور هيا ولي جابت هيا ولي جابت الحمد لله فهذه المعركة هذي غدي ندخل فيها ولكن انا يا ما نويتش بأن القيادة ديالي راد دام عيال بال بارسكو انا راني جان بوجادي وأول معركة عندي ما زال لي زون صيان عليها را عندهم تجريبا وعندهم هذا وعندهم كيديرو لخطر هاد القتال را خصك تكون عسكري كتعرف كيفاش تدير ديفي الموند كاموفلاج باش انت تكون كتشوف وما كتشافش والكاموفلاج اللي كنقولو احنا بالهوص ديالنا العسكري الكاموفلاج هي واحد الوسيلة فنية كيستعملها الجندي أثناء الحرب باش كيشوف وما يتشافش العدو هذي كل العسكري راكي عارفها استمعوني في هذا البرنامج هذا الكاموفلاج هي واحد طريقة فنية يستعملها الجندي أثناء الحرب يشوف وما يتشافش وهاد الطريقة اللي كتديرها يسواب الكاسك ديالك فيه الشطب والشبكة يسواب وجهك إلا كنت في التيران ديقاجي وديك تيرا فيها الحجار والجبال كوحل وجهك كيتطلع لك بالسيراج باش ما كاتبانش ذاك سلاح ديالك ترمي عليه الشبك كما كتشوفوا بعض الأحيان بعض الشاحنات ديالنا أولاد بابت كتكون مرمية عليهم واحد الشبك وذوك الشبك أثناء الحرب كيدخلوا فيهم الشطب الغابات باش ما كيبانوش للعدو ذاك هذه الوسائل الكاملة كيستعملها الجندي أثناء الحرب ذاك هنا يا في ديك المعركة ديالي اللولة في مدينة سمارة دخلت هنا في المعركة وخدمت فيها مزيان وقتلت فيها المرتزقة بزاف وحرقت فيها السيارة الطيوطة بزاف والقيادة ديالي من مورايو كيراقبوني ذاك سلاحة الأرضات التجهوا إليك إمتا غادي نعرف بلا كنت مراقب وهو فاش انتهت المعركة وفاش بوليزاريو شافوا النص ديال همات بقامر ميكي الجياث وريكيلا وهربوا في الأراضي دي موريطانيا فاش رجع نحنا واحد شو يالور باش نديروا ليبناء ونعمروا دكشي اللي إخوانا أنا غادي يوقف عليها القائد ديالي تطلع فوق الدبابة تجا فوق مني وأنا حل فولي فص منها وهو يضرب لي الاكتافي وقال لي فليستاسو ديالك مسي اسمي دا الجيلالي تفاجأتي؟ نعم طبعا غادي ينتفاجأ باش تسالي واحد المعركة اللي صار قد ساعة ديال الساعة ديال القرطاس وديال السواريخ وديال اللي يربيجي كطع عليك وديال الارتيوري ديالهم وانت تعطي واحد العاطاء والقيادة كتشوف فيك والأهداف ديالك هما أصلا واحد القضية نقولها لك يا أخي الكريم بالنسبة لمرتزقة بوليزاريو بالنسبة منك يدخلوا معنا في الحرب كي يديرو كي يديرو دكشي عشوائي ما منضمش ما منضمش وما مكونينش وما مدربينش وما كي مشيق الناصة ونعطيك الدليل الدليل حي أنا أمامك قاعد اللي تيرا لي أنا ياليخوا في شارجورة ثلاثين قرطاصة جابان خواف وما شق الناص لا خطر الكوة كان شوجاع وكان قتال كان بروبيار بال يعطيها لي فراسي ثلاثين قرطاصة ديالو يجيوني ثلاثة منذك ثلاثين تيجيوني ثلاثة عشوائيين جاتني وحدة في الصدر وجاتني وحدة هنا وحدة هنا فهذه الخطوة الأولى لا هذي طرب 8 سنين من الحرب نحن مازال نجير هناك خطوة الأولى خدمت فيها مزيان وكان عندي بسهولة نقنصهم بحل الطيور وان عندي دبابات تبارك الله عرف تبدأش أو لا 105 مليمتر غي كنحطها 105 مليمتر قدك القادفة أستاذ غي كنحط الكانو ديالي على الهدف دبابة بحل ديالي كنحطها في الكروة كننسبق لها لميليان وكانوطها عندي الكموندوم في رجليا والكموندوم في الدية إلكتريك وعندي التليماتر لازير كيعطيني المسافة باش كنعرف المسافة شحرها بعيدة لي كنضرب له التليماتر كتعطيني التليماتر شحال بعيدة ليك هي اللي كننقفشيها فلاهوس دو كومبا كنحط عليه يلا كنبعدة عليها مثلا باش تفهمني مزيان يفهموني تالمغاربة وبعد الجنود راتي عرفو هادشي هادا مثلا العدود يلي بعيدة عليها بجوجه ديع الا كيلو ميترات ولكنينا كنشوفها ذلك بجوجه الكيلو ميترات شكواني غادي يقول ليها هاداك الهداف راي بعد عليك بدو ميلماتر وهو التليماتر لازير اللي عندي كانوط على التليماتر كانوط على الفتال problem كانوط على الاتليماتر لازير يعطيني بعيد عليك بدو ميلماتر ديك الدو ميلماتر ياللي كنحطها دي مليام و ديقري كان 1 و 2 طرور و كانوط يكون الاحتى الناس وعلى اليمين وعلى الشمال وعلى اليمين وعلى الشمال لكي تضع الهدف في الكروة سوف يعطيني المسافة بعيدة لي كنضع له هذه المسافة وكنش بدع لموت نشرق الموت نشرق الموت تشوف غير عوافي ما بناد من اللي في وسطه كي يبقى غير طروفة مع الحجر والدليل نهار قبضوني نهار تحت بريزوني الجزائري قالوا لي يا ربك نتقتلنا النص ببوليزاريو قلنا هذا السلح اللي كان عندك شنو هو اهم بنا ونسلولها نشرق الموت ونقطع الموت واه بقي حاقد واه انطلاقا من طريقة الخطاب ديالك تيبات تتبلية بقي حاقد سنورمال اعداء صاحبي اهم واش اللي بغي يقسم لي بلادي واش اللي قتل يخوت يا اسكر واش اللي يضربني بتلات هذه القرطار ساعت كيف اجويتني قال لي يقول خاوة خاوة مع الجزائريين منافق وخائن لهذه البلاد اهم الله العاضي ما كتقامنش بخاوة خاوة ما كيناش لو كنا نقامن بنخاوة خاوة غادي نولي خائن الوطاني ونعطيك الدالي لا اسداد ويسمعوني جميع المغربة اللي يتبعوا هات القانوات ديالكم مرحبا وحمد الخامي صلى الله يرحمه الله يرحمه في الامام المتحدة مسكن كيرجف على استقلال الجزائر اهم مشاه الحسن التاني الله يرحمه في الامام المتحدة كيرجف استقلال الجزائر ومازال شاب الحسن التاني مشاه المالك دينا محمد السادس الله يشافيه ويعافيه الله ينصره تاجهوا قراسنا كيقول لهم امدوا لكم يادي اهم قول لي كيفاش كيحسبوها الجزائريين ضعف ضعف احنا مشي ضعافة الشريف احنا رأى الرجال والسبوعات للمغربة وولدونا العيالات الحرات المغربيات وولدو عرفو شنو يولدو اهم انا باش نقولك على القضية اللي اتضحك عليها قول منك نكون لعب مع امه وندحك معها كتقول لي انت نهار والدتك جيتني واقف اهم كتقول لي جيتني واقف غير والدتك وقفت جيتني واقف هاولدي سبحان الله وتعجبني بالرجولة دي هالك ورغم شي انا انا ماشي السبع والباطل انا من ضمن السبوعات ومن ضمن الابطال ومن ضمن الاشاويس الجنود المغربة والاسرى الحرب اللي كانوا معي في السجون وضربوا معي 27 نعم دين الحفز هذه الخاوة الله يحفظك ويسهل لك سجلالي نظر لضيق الوقت اتأينا الى ان نختم هذه الحلقة وباقي الحديث ان شاء الله في حلقات قادمة ان شاء الله شكرا لك شكرا مبارك الله فيك ونختموها بعشا المالك وشعارونا الله الوطن المالك المالك وجميع المغربة كنحييكم داخل الوطن خارج الوطن جالية المغربية احبابي اخواتاتي اللي دخلكم في قلبكم وكتقولوا لي يا اخوانا جلال انت اربح بك في خلقه تابعوا الحدث 24 كين ميت قال مشاهدين الكرام كما العادة كان معنا العسكري والاسير السابق جلال اسمي الله الى حلقة قادمة ان شاء الله ومع تتمت باقي الحلقات الى اللقاء